اشتركوا في القناة بابرامه مع قادة القرم معاهدة ضم شبه الجزيرة الى الاتحاد الروسي بوتين برر ضم القرم بالعلاقات التاريخية التي تربتها بالروسيا وبينما قبل القرار في موسكو بفرحة عارمة اصيب الناس في كييف بالصدمة اثر اعلان قرار الانضمام زعماء الولايات المتحدة والدول الاوروبية سارعوا بادانة ضم القرم الى روسيا الا ان العقوبات التي اقروها لم تؤثر حتى الان على الحكومة الروسية المخاوف من تصعيد عسكري في القرم ازدادت اثر قيام قوات موالية لروسيا بفرض سيطرتها على منشاءات عسكرية اوكرانية في شبه الجزيرة فهل هذه بداية توسع روسي جديد؟ يرافقكم في هذه الحلقة احمد عبيدة اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من برنامجكم كوادريغا هي اسئلة كثيرة متعلقة بالازمة بين روسيا واوكرانيا سنتناولها في سياق هذه الحلقة ولكن قبل ذلك اود الترحيب بضيوفي هذه الحلقة وهم السادة ناصر جبارة الصحفية المتخصص في شؤون اوروبا الشرقية درس الصحفة في روسيا وهو اليوم مدير مكتب الوكالة الكويتية للانباء كونا في العاصمة الالمانيا برلين وارحب ايضا بالسيد عامر الموسوي الصحفي والمحلل السياسي درس العلوم السياسية في جامعة بون ويعمل محاضرا في جامعة مينسك في روسيا البيضاء ويشاركونا ايضا الاستاذ مشاي لودرس الكاتب والخبير في شؤون الشرق الاوسط عمل مستشارا للحكومة الالمانية لشؤون الشرق الاوسط والف العديد من الكتب من اهمها كتاب الحرب على ايران اهلا بكم جميعا وابدأ معك ناصر والسؤال هناك ضغوطات ديبلوماسية واقتصادية يحاول الغرب فرضها على روسيا لثانيها عن موقفها ولربما اقناعها بالتراجع عن موقفها فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم هل يمكن ان تعود القرم الى اوكرانيا على المدى المتوسط لا اعتقد ذلك لاسباب كثيرة وهي ان بوتين فرض سياسة الامر الواقع استفت في هذا التدخل عسكريا استفت في هذه الجزيرة ومن ثم ضم شبه هذه الجزيرة رسميا اول امس هذا السبب الاول السبب الثاني يتعلق بعدم رغبة الجانبين سواء الغرب انتحدث عن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي او سواء روسيا هما الطرفان ليس معنيين بالتصعيد يعني ليس معنيين بدخول الازمة مرحلة صعبة ما يحدث الان هو لدينا الان عقوبات في مرحلتها الاولى والثانية ومن المحتمل انت يتم الانتقال الى المرحلة الثالثة من هذه العقوبات الاقتصادية بالطبع هذه العقوبات سيكون لها تبعات كبيرة على الجانبين ولكن تبعاتها على الجانب الروسي ستكون اكثر بكثير منها على الجانب الغربي عدم رغبة الطرفين في التصعيد رغبتهم في توصل لحل سياسي ولكن ايضا ما حدث على ارض الواقع في شبه جزيرة القرم اعتقد انه عن المستوى المتوسط من الصعب جدا عودة هذا الاقليم الى اوكرانيا استاذ عامر هل تعتقد بان اوكرانيا الان يجب ان تقبل بالامر الواقع وان تعول فقط على الدعم الغربي لموقفها فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم ما المتوقع من قبل الاوكرانيين اعتقد ان اوكرانيا عليها ان تسلم بالامر الواقع لان واقع الحال والظروف السياسية الموجودة على الارض هي التي تتحكم بالموقف اليوم يعني عندما امرت وزارة الدفاع الاوكرانية الجنود المتواجدين في القواعد العسكرية في القرب بالانسحاب دون مقاومة هذا يعطي ردا على سؤالك احمد بان الاوكرانيين لا يملكون اي رد فعلي على توجه الروس في هذا المجال اضف الى ذلك ان تصريح الرئيس الامريكي اوباما قبل ساعات قال بان الولايات المتحدة وحلفائها غير راغبين بالتدخل العسكري في اوكرانيا وهي رسالة واضحة الى الحكومة الانتقالية في اوكرانيا ان عليكم ان تقبلوا بما اخذته روسيا منكم اليوم وسنحاول ان نجد اليات عقوبات تمنع روسيا من ان تقضم جزءا اخر من اوكرانيا والاجزاء الشرقية من اوكرانيا والعقوبات التي يراد منها واليراد فرضها اليوم ليس غايتها ارجاع القرم الى الحضن الاوكراني لكنها رسالة واضحة الى الروس بان عليكم ان لا تفكروا بان تقضموا اجزاء جديدة من اوكرانيا والاجزاء الشرقية انطلاقا من المبدأ الذي قاله الروس ان هؤلاء مواطنون روس ونريد ان نحافظ على حقوقهم القومية نعم لكن لا يمكن ان يكون لهذه العقوبات رد فعل عكسي من قبل الروس تفرض عليهم العقوبات وبالتالي يتوجهون نحو التصعيد اكثر فيتدخلون في شرق اوكرانيا يعني احمد علينا ان نراقب الموقف الموقف يتغير بالايام او بالساعات حتى يعني ردود الافعال من الجانب الاوروبي والامريكي والروسي تتغير وفق الساعات يعني نحن الاعلامين ليس لدينا القدرة في هذه الاجواء على مراقبة التطورات التي تحصل كل دقيقة يعني الروس حريصون اليوم على ان يرسلوا رسالة مهمة باننا متعقلون اخذنا الجزء المسلوب من حقوقنا منذ ستون او سبعون سنة ونختفي بهذا القدر لكن هو ينتظر رد فعل الغرب ما الذي سيقوم به الغرب تجاه روسيا هل ستكون العقوبات مؤثرة وقاصمة لظهر الاقتصاد الروسي وعند ذلك سيقوم بوتين بانتهاج سياسات قد ترد على الاتحاد الاوروبي وتدخل المنطقة في حالة انكماش وحالة تشنج قد يخسر الطرفين مصالحهم الاقتصادية نعم مشايل ودرس هل تكفي العقوبات لثاني بوتين عن توجهاته التوسعية في المنطقة وهل لديه اصلا رغبة في هذه التوجهات ام هي مجرد اتهامات يتهمه الغرب بها انا اعتقد ان العقوبات اولا اعتبار عن ردب رغبي مقابل السياسة الروسية ولكن انا اعتقد ان هذه العقوبات ممكن ان تتغير الموقف الروسي وايضا العلاقات الاقتصادية عميقة جدا خاصة بين المانيا وروسية لهذا السبب انا اعتقد ان المسؤولين سواء في المانيا وفي اوروبا بشكل عام يعرفون جيدا ما هي الحدود اذا بالغت المسؤولين في اوروبا موضوع العقوبات ندفع نحن هنا في اوروبا في المانيا خاصة ثمنا ثقيلا وانا اعتقد ان الحكومة الالمانية لا تريد ذلك على رغم من ذلك الان في محاولة لتسنيد لغة موحدة ولكن في نهاية اعتقد نشاهد حاليا كثير الكلام فاري ولكن في الواقع يعني وراء الستار في محاولات لخروج عن المأزق جديرا بالذكر انه قبل يومين الحكومة الانتقالية علنت انه الاوكراينيا لا تقصد الاندماج بحلف الاتلسي ناتو واعين الانتباع انه هذا الاعتبار مهم جدا لانه هذا خوف بالنسبة روسيا في نهاية اعتقد بعد كل مشاكل نشاهد حاليا سوف نجد حل لهذه العزمة حل يشبه يعني ظروف المعاشية لفنلندا في شمال المانيا بالمعنى فنلندا لها علاقات ودية جدا مع روسيا اقتصاديا خاصة سياسيا العلاقات جيدة بالنسبة الاتحاد الاوروبي ولكن اسميا البلد انحياديا ليست جزءا لأي حلف اتلسي وعسكري وكذا اذا اعتقد المستقبل بالنسبة لأوكراينيا يكون مشابها لفنلندا كما ذكرت لكن هناك حديث ايضا من قبل الروسي يعتبرون ضم القرم الى روسيا بمثابة توحيد روسيا ويشبهون الامر بتوحيد شطري ألمانيا هل تصح هذه المقارنة؟ لا المقارنة ليست صحيحا لعدد اسباب طبعا يعني هذا الاندماج هوسي نوع من الرزو ولكن هذا الرزو نتيجة لسياسة سيئة من الطرفين من الطرف الروسي ومن الطرف الاوروبي في نفس الوقت منذ اكثر من سنتين كثير البلدان الاوروبية الرغبية بما في ذلك ألمانيا حاولت اندماج الاوكراينة الى الاتحاد الاوروبي وبالنسبة من الموقف الروسي هذا يعني نوع من اعتبار اعلان الحرب على الاهتمامات على المسالح الروسية وانا اعتقد ان السيئة تفاهم بين روسيا والرغب حصلت على هذه المشاكل الموجودة حاليا عين الانتباع انه بوتين لا يريد اندماج اراضي جديدة على روسيا هو يفهم جيدا الخط الأحمر بالنسبة البلدان الاوروبية ولكن اوروبا وامريكا حتى الان ما فهموا تماما ما هو الخط الأحمر بالنسبة روسيا فهو اندماج اوكراينيا الى الحلف الاتلسي نعم نعم اذا هو حديث كما ذكر ميشايل عن علاقات جديدة تتجسد بين روسيا والغرب كيف سيكون شكل العلاقات ناصر بين اوروبا والمانيا تحديدا وروسيا بعد ازمة القرن انا لا اعرف الى اي مدى ستتطور هذه العلاقات لا استطيع ان اتنبع انا اريد ان اضيف شيئا بالنسبة للعقوبات فهذا هو الاساسي هذا هو الموضوع الرئيسي الذي يتم الحديث عنه الان العقوبات نحن نعرف ان العقوبات الغربية نحن دائما نتحدث عن عقوبات غربية ضد روسيا ولكن روسيا ايضا قادرة على فرض عقوبات مضادة لا اريد ان اقول ان تقسم ظهر اقتصادات اوروبية لا هذا مستبعد ولكن روسيا قادرة ايضا على اتخاذ عقوبات مضادة نحن الان في المرحلتين الاولى والثانية من هذه العقوبات تجميد حسابات بنكية لاشخاص وليس لصناديق حكومية وليس لشركات وايضا حضر 21 مسؤولا روسيا واوكرانيا من شهر زيارة القرم حضرهم من السفر هذه العقوبات المرحلة الثالثة من العقوبات هي المرحلة هذه المرحلة والثانية هي مرحلتان تجميليتان ليس اكثر هذا ليس مهما حتى ان اعضاء في البرلمان الروسي في الدومة اعترض مستهترا لماذا انا لست على لائحة هذه العقوبات المشكلة تبدأ عندما يتم الحديث عن العقوبات الاقتصادية وهي المرحلة الثالثة نحن امس حاولنا في مؤتمران صحفيان انتزاع اي تصريح من الحكومة الالمانية ومن السؤولين المانيين كبار هل سيتم فرض العقوبات اليوم في القمة الطارئة التي سيحضرها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي ام لا كانت الاجابة دائما لا نعرف هذا يعتمد على تصعيد الوضع في شبح جديدة القرن اذا الغرب ايضا متردد ولا يعرف ما هي طبيعة العلاقات الاقتصادية الصارمة التي سيفرضها ضد روسيا الغرب سيفرض عقوبات روسيا ستفرض عقوبات مضادة عند روسيا تتوفر فرصة ذهبية عند بوتين بان يتكتك بدرجة يستطيع من خلالها ان يرهق الاقتصادات الاوروبية او على الاقل ان يدخل منطقة اليورو دول منطقة اليورو التي تعاني من ازمة الديون مجددا في ازمة الديون مجددا يعود الى دوامة ازمة الديون تعيد اوروبا بالطبع اذا قرر فرض عقوبات انتقائية لنفرض سيفرض عقوبات فقط على فنلندا والنمسا ويستثني الالمان من ذلك هل سيكون الاتحاد الاوروبي قادرا على تحمل تبعات هذه العقوبات على فنلندا والنمسا على المستوى البعيد هل عنده طول نفس هل سيكون متضامنا الاتحاد الاوروبي بالشكل اللازم مع هاتين الدولتين ام سيكتفي بعقد ام سيعقد عشر قيمة من اجل ان يتخذ قرار تضامن مع هاتين الدولتين بوتين قادر على شق الموقف الاوروبي شق الموقف الغربي وهنا تكمن الخطورة انه قادر على فرض عقوبات مضادة تستطيع بالتأكيد اذا ارد ذلك اعتقد انه بامكانه ان يرجع منطقة اليورو على الاقل الدول التي تعاني من ازمة الديون الى لوامة ازمة الديون ويشك الموقف الاوروبي لكن الخبراء الاقتصاد يتوقعون ان ينكسر الاقتصاد الروسي اذا فرضت عليه عقوبات اوروبية باعتبار ان الاتحاد الاوروبي هو اهم شريك اقتصادي لروسيا وباعتبار ان الاقتصاد الروسي اعتمد على تصدير النفط والغاز بالدرجة الاولى روسيا لا تصنع ليست دولة صناعية بالمقاييس بطبيعة الحال صناعة السلاح وبعض الصناعة الثقيلة فقط هذا صحيح العقوبات الاقتصادية السارمة ستؤثر بشكل كبير سيكون لها تبعات خطيرة على الاقتصاد الروسي تبعات هذه العقوبات لن تكون بهذا الشكل بهذا الحجم على الاقتصادات الاوروبية هذا صحيح ولكن الروس ايضا لديهم بدائل تتكرر كلمة بالروسية هي كلمة نحن نستطيع الاكتفاء الذاتي بوتين لديه الان هو يستطيع انا لا اريد ان اقول ان الاسواق المتوفرة التي يستطيع الاقتصاد الروسي ان ينشط فيها فيها بالمستقبل تستطيع ان تحل مكان التجميد العلاقات التجارية مع الغرب الاقتصاد الروسي سيرهق الاقتصاد الروسي هذا سيكون له تبعات كبيرة على الاقتصاد الروسي ولكن أيضا هناك دول البريكس روسيا لم تتجه إلى مجموعة دول البريكس التي تتكون إضافة إلى روسيا من البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين هناك عند الروس بدائل الاقتصاد الروسي سيتم إرهاقه هذا صحيح ولكن هذا لن يمر دون تبعات مضادة على الاقتصادات الغربية مشايل هل ترى بأن العقوبات الاقتصادية عديمت الجدوى في هذه لتوصل إلى حل لأزمة القرم؟ أعكيد لا الأسباب التي سمعنا لأن روسيا بالموقف قوي إلى حد ما وأيضا منها ممكن أن روسيا تشتري نفطه باتجاه السين لنفرد أن تبيع السين نعم بزبط إذن أنا أعتقد لو كنت بوتين وأنا أنتظر ما هي التطورات الجديدة وجدير بذكر أن الحكومة الألمانية في نفس الوقت على رغم من العلنات الرئيسية الحكومة الألمانية خائفا من تدهر الأظروف الاقتصادية والسياسية مقابل روسيا يعني هذا ليس بالمسالح الألمانية لو تتوهرت الظروف والعلاقات مع روسيا هذا صحيح لكن الحديث عن روسيا كشريك اقتصادي يعتمد عليه بالنسبة لبرلين أصبح من الماضي هل تعتقد بأن ألمانيا الآن مجبرة على إعادة النظر في أدوات وآليات التعامل مع روسيا أم أنها ستستمر على نفس السياسات؟ أنا أعتقد أنه رأسميا السياسة الألمانية تستمر على نفس المستوى ولكن في نفس الوقت في مشاورات في كلام في حوار بين الستار وفي إمكانيات لإيجاد حل لهذه المشاكل وأنا أعتقد أنه أهم من العلنات الرأسمية كما قلت ألمانيا أهم الشريك اقتصادي وهذه الحكومة خائفة جدا من النتائج الاقتصادية بالنسبة إعتالة عن الأعمال مثلا هنا في ألمانيا ولكن كل شيء ممكن في إتاح تطورات جديدة لا أحد يعرف بظبط ما هي ظروف في أوكراينيا بعد نصف سنة تقريبا أو بعد سنة كل شيء ممكن بما في ذلك حرب أهلية بين المنطقة الشقية وشقية غربية وشقية في أوكراينيا لو حدث ذلك ماذا نفعل نحن هنا في أوروبا؟ ما هي ردود الفعل؟ ولا يمكن أن نرد على هذه الأسئلة حاليا يعني كل شيء ممكن روسيا هددت أيضا بإعادة النظر في موقفها من الملف النووي الإيراني هل نحن إزاء حرب ديبلوماسية بين الغرب وروسيا فيما يتعلق بملفات كثيرة مثل روسيا والحرب كانت قائمة الديبلوماسية والآن الملف النووي الإيراني وهذا أمر مهم بالنسبة للغرب أحمد نحن أعتقد بأننا نعيش اليوم حالة انتقالية من عصر القطب الواحد إلى عصر الأقطاب المتعددة يعني اليوم روسيا وبعد حوالي 15 عاما على انهيار الشيوعية في روسيا وروسيا اليوم هي ليست وريفة للاتحاد السوفيتي وأيضا هناك قوى صاعدة على المستوى العالمي لها القدرة على فرض سياسات على المسرح الدولي هذه نقطة النقطة الثانية والمهمة هو تقوقع الولايات المتحدة على المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة وتراجعها عن الدخول بشكل حاسم في صراعات على المستوى العالمي الروس اليوم هم لاعبون دوليون يحتاجهم الغرب لحل مشاكل في العالم جميع أجمع ليس فقط في إيران انظر في سوريا انظر في مشاكل أخرى والروس اليوم ينظرون إلى الآخرين بنظرة تقول لهم انظروا لنا بذات النظرة التي ننظر بها لكم يعني يحتاجون إلى أن يعيد الغرب يحتاج أن يعيد النظر بتعامله مع روسيا ليس كدولة يفرض عليها حصار وتركع إرادتها السياسية اليوم روسيا قادرة على اللعب بأكثر من ورقة على المسرح الأوروبي على المسرح الدولي إيران اليوم ممكن أن تستخدم من قبل روسيا وهذا هو توجه أيضا موجود لدى الكريمبلين بأن يتم تعزيز قدرة روسيا لبناء مفاعلات نووية لأغراض تجارية أو لأغراض أخرى على المستوى العالم للخروج من أزمة قد تفرض عليها اقتصادية من الاتحاد الأوروبي هذه واحدة من الخطط التي يحضرها اليوم يطبخها اليوم لكريمبلين في مطبخه فيما إذا لو فرضت عليه عقوبات قاسية للخروج من هذه الأزمة واحدة من هذه النقاط أن يتم الانفتاح على جول العالم وتزويدهم بالطاقة النووية وبالمفاعلات هناك أيضا قضية مهمة الروس يتعاطون مع الصين تعاطيا بارتفاع أكثر على المستوى الاقتصادي والأكثر من ذلك توازن سياسي فهم لو نظرت إلى الكثير من القرارات التي صدى أصدرتها المجلس الأمن الدولي يكون الموقف الصيني قريبا من الروسي بطريقة ما هو مختلف عن الغربي بأي حال من الأحوال وهو قريب وميال ويغرد في نفس السرب الروسي لكن فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الصين أيضا في مأزق شكلها شكل ألمانيا علاقاتها التجارية مع روسيا جيدة جدا لكن روسيا لم تزودها حتى الآن بتكنولوجيا الطائرات النفاتة الطائرات الحربية وفي نفس الوقت تحصل على ما تريد من التكنولوجيا العسكرية من أوكرانيا يجب أن نذكر هنا بأن أوكرانيا هي تاسع دولة مصدرة للسلاح وتملك نفس التكنولوجيا المتوفرة في روسيا بحكم الماضي السوفياتي للدولتين وبالتالي الصين لم تعلن أي شيء لم تعلن عن مقياف بشأن الأزمة الأوكرانية وهو هذا ما يفسر الموقف الصيني تجاه الأزمة الأوكرانية إنهم صامتون لحد الآن فهم يريدون أن يعرفون إلى ما تقول إليه هذه الحركة وهذا الخلاف الدبلوماسي الذي قد ينعكس على الاقتصاد وبعدين ينظرون بالخطط التي تتعاطى مع اقتصادهم الصين أيضا كانت حاضرة بمؤتمر باتفاقية بوتابست عندما وقعت هذه الاتفاقية عام 1994 عندما حفظت الولايات المتحدة وروسيا الحدود الأوكرانية الصين كانت حاضرة وشناشطة في هذا المجال عندما تخلت أوكرانيا عن سلاحها النووي وأسلحتها النووية مقابل مساعدات اقتصادية لم تحصل أوكرانيا على خمسة بالمئة منها نعم إذن هذه المعاهدة التي تم بمجيبها تخلي كييف عن الأسلحة الكيموية مقابل حماية الحدود ودعم اقتصادي والضامن لهذه الاتفاقية كانت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والروسيا ألا تتحمل هذه الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مسؤولية أخلاقية أمام الأوكرانيين اليوم ألا يتوجب دعمهم أكثر فأكثر إزاءة التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرن الأخلاق لا تلعب دوغا في إتار السياسة الدولية ولكن لا شك أن البلدان الأوروبية سوف تدفعون ثمنا لدعمهم لهذه المحاولات للحكومة الجديدة في أوكرانيا بالنسبة للانفصال عن نفوذ الروسي لحد ما ولا شك نحن سوف ندفع هذا ثمن وكما سمعنا من قبل الظروف الاقتصادية في المنطقة أورو سعبة لحد ما وهل من الممكن أن أوروبا تدفع ملايين ملايين مرة أخرى لدعم هذا البلد أوكرانيا في نفس الوقت تدير بذكر أن الحركات المتطرفة اليمينية تلعب دوغا مهما خاصة في أوكرانيا الغربية وماذا نفع نحن في ألمانيا مثلا أو في أوروبا لو حصلت هذه الحركات المتطرفة إنجاز حقيقي في إثناء الانتخابات في نهاية شهر مايو لا أحد يمكن أن يرد على هذا السؤال حاليا المسؤولين في ألمانيا لا يريدون أن يتكلم عن هذه المشكلة ولكن المشكلة موجودة إذن يعني في كثير الأسئلة يعني مطروحة إلينا وسوف لا يمكن أننا نحن في أوروبا نحلل هذه المشاكل نفسنا يعني نحتاج على حوار وتعاون مع روسيا ولكن حدثت وأريد أن أستوقفك قليلا عند هذه النقطة التيار المتطرف في أوكرانيا هذه نقطة انتقدها الروس أيضا لكن مقاومة التطرف والنازية والتوجهات القومية أمر جيد لكن ليبدأ بوتين بالداخل الروسي كيف يمنح زعيما لحزب قومي متطرف وهو روغوزين منصبا ممثلا لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي وهو القائل علينا تطهير موسكو من النفايات ويقصد بالنفايات الروس من جنسيات غير روسية يعني هناك توجه قومي متطرف أيضا في روسيا لا شك في ذلك هذا موجود في روسيا ورغوزين كما قلت هو الآن يتحدث باسم الكريملين لدى الناتو لا شك أن المتطرفين موجودين في روسيا كمان لا شك في ذلك ولكن نحتاج على حوار حقيقي بالمعنى أنه روسيا بلد مهم ولا يمكن أن نقطع العلاقات الدبلوماسية لحد ما مع هذا البلد أنا أعتقد أنه بوتين هو يريد أن يلعب دورا مهم من على السعيدة الدولي ولكن من موقفه لا يوجد مسؤولين في رغب جاهزين على فهم الموقف الروسي وبوتين يشعر بأنه معتزل وهو لا يريد أن يعيش في أعزلة إلى حد ما ولكن مع من يمكن أن يناقش مع ماركل ماركل حاليا هي رادبة إلى حد ما وهذا صحيح لكل الأولي لأغلبية البلدان الأغلبية يعني نحتاج على بداية جديدة بالنسبة المفاوضات بالنسبة التعاون مع روسيا ما قبل القرم ليس بأي حال من الأحوال هو ما بعد القرم وأعتقد أن التوترات ستبقى سيدة الموقف والمثير للاهتمام هو أن وثيرة الإجراءات الغربية للضغط على روسيا لا تساير بأي شكل من الأشكال تسارع الأحداث في شبه جزيرة القرم واكتفى الغرب بالتنديد وبالتهديد بالعقوبات نتابع التقرير ضم روسيا لشبه جزيرة القرم أثار قلقا شديدا في شرق أوروبا نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن زار بولندا ودول البلطيق للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للدول الأعضاء في حلف النيتو نؤكد التزامنا بالوقوف إلى جانب حلفائنا في البلطيق وبدعم الشعب الأوكراني ضد العدوان الروسي وطالما استمرت روسيا في هذا الطريق المظلم فإنها ستواجه المزيد من العزلة السياسية والاقتصادية نشهد استخداما وحشيا للقوة لإعادة رسم خارطة أوروبا وتقويض البنية السياسية التي ترسخت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لكن البعض شكك في ردود الفعل الأوروبية حتى الآن لقد ردت أوروبا على ما حدث لكننا في إستونيا وفي بعض الدول الأخرى من بينها الولايات المتحدة نرى أن الرد يجب أن يكون أقوى مما كان عليه وفي ظل المخاوف من توغل روسي جديد ما هو الرد الصحيح؟ وهو سؤال يبقى مفتوحا ما هو الرد الصحيح؟ هي إشكالية سياسية لكل ما تحمل الكلمة من معناه ورد في التقرير بأن دول البلطيق تحديدا خائفة أو متوجسة من رغبة روسية ربما في التوسع في اتجاه الغرب هل لهذه المخاوف ما يبررها؟ هل هناك ربما نية مبيتة لكي يعود بوتين بروسيا إلى سابق عهدها عندما كانت إمبراطوريا؟ لا هذه المخاوف ليست مبررة أنا لا أعتقد أن أي رئيس روسي سواء كان بوتين أو غير بوتين سيغامر بتدخل عسكري في أي منطقة سابقة في الاتحاد السوفيتي سواء في جمهوريات بحر البلطيق لاتفيا، لتوانيا أو إستونيا ها وفعلها في القرم؟ لا القرم ووضع القرم يختلف عن دول بحر البلطيق بالمناسبة 30% من سكان لاتفيا من الروس وتم انفصال سلس لهذه الجمهوريات السابقة في الاتحاد السوفيتي عن دخولها هي أعضاء في الناتو وفي منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي بالنسبة لي بولندا أنا أعتقد أن المشكلة الأساسية تكمن في تصلب موقف هذه الدول الشرقية من روسيا وأنا أخص هنا دول بحر البلطيق بولندا العداء التاريخي بين بولندا وروسيا هذا معروف؟ هذا معروف لا في الوقت الحاضر هم الذين يصرون على فرض عقوبات اقتصادية سارمة هم الذين يصرون على اتخاذ موقف أكثر سرامة باتجاه ضد روسيا وهنا تكمن المشكلة الموقف الأزمة الحالية لا تحتاج إلى موقف سارمة الأزمة الحالية تحتاج إلى حوار بين الطرفين الروس مستعدون لذلك وأعتقد أن الغرب يجب ماذا يعني تقريركم الآن تحدث عن جو بايدن وعد البولنديين ودول البلطيق بالوقوف وذكر المادة الخامسة من اتفاقية الناتو كلنا يعرف ماذا تعني المادة الخامسة المادة الخامسة تعني أن اعتداء على أي دولة يعني اعتداء على الجميع لماذا تذكر هذه المادة؟ وأنت تعرف يا سيد جون بايدن معرفة جيدة أن بوتين لن يغامر باحتلال مناطق سواء في البلطيق أو في شرق أوكرانيا أو ما إلا ذلك وضع شبه جزيرة القرم يختلف جزيرة القرم تاريخيا هي أراضي روسية في عام 1954 منحها الرئيس السوفيتي السابق خروتشوف لأوكرانيا بالمناسبة هو أوكراني المولد خروتشوف في شبه جزيرة القرم تتخذ من جانب الأسطول أسطول البحر الأسود الروسي مقر في سنفاروبل وهناك وجود عسكري في شبه جزيرة القرم لماذا اكتفى بوتين بضم شبه هذه الجزيرة ولم يتم الحديث أبدا عن شرق أوكرانيا بوتين ركز في خطابه أول أمس ووجه رسالة شكر بالمناسبة للقوات الأوكرانية المتواجدة لـ 21 ألف جندي أوكراني متواجد في شبه جزيرة القرم لعدم ردهم على استفزازات الجيش الروسي أنا وأكد في هذا الخطاب أيضا على ضرورة المحافظة على وحدة الأراضي الأوكرانية ولهذا أنا أقول أن مخاوف الدول المجاورة الشرقية السابقة سواء كان الجمهورية السابقة أو في حلف وارسو غير مبررة أبدا ندخل عسكري تفضل عامير تعقيبا على كلام ناصر هذه الدول بطبيعة حالها قد عانت من الحكم الغاشم للاتحاد السوفيتي ولديها مخاوف أن يعاد هذا الكابوس يجثم على صدورهم فعلينا أن نفهم أنهم يتصرفون بهذه الطريقة هي متوقعة من هذه الدول من بولندا وبالجانب الآخر هناك جمهوريات مناصرة لروسيا مثل روسيا البيضاء التي دعا رئيسها بوتين لوكاشنكا دعا بوتين أن يرسل الكثير من طائرات وقواعد الدفاع الجوي والرصد الجوي لأنه بين قوسين يحس بالتهديد من وجود قوات الناتو على حدوده إذن هذه القضية وهذه اللغة التي جاء بها بايدن إلى هذه الدول سوف تسكب الزيت فوق النار الحل يقمن وهنا أأتي إلى وعرج على الموقف الألماني الموقف الألماني موقف متعقل موقف كل السياسيين وميبان فيهم ميركل هي من جانب تحاول أن تضع موازنة بين مخاوف هذه الدول الشرقية الأوروبية والدع والدفع الأمريكي باتجاه العقوبات والكل مستند على نقطة مركزية هنا في برلين المستشارة أبقت باب الحوار مفتوح شتاينماير وزير الخارجي الألماني يبحث عن خطوات للنقاش والحوار مع الروس ليس فقط على المستوى الدبلوماسي هم يحاولون أن يفعلوا قنوات أخرى هناك مجلس الحوار الألماني الروسي برئاسة رئيس مقاطعة براندنبورغ يحاولون أن يفتحوا مجالات للحوار مع روسيا اعتقادا منهم بأن الحل يقمن هنا في تهدئة الموقف والوصول إلى حل يضمن مصالح الطرفين ووضع المشكلة في حيز واحد احتواء الأزمة دون أن يدخل الطرفين بحرب تسليح وسباق تسليح انظر اليوم أن الناتو قد طالب بإعادة تفعيل مظلة الدفاع الجوي الصاروخية واستكمالها حتى 2018 بالضبط وهذا قد يجعل من روسيا تعيد النظر بالكثير من الاتفاقيات التي عقدتها مع الغرب لتقليل التسليح والتواجد العسكري والأسلحة النووية في القارة الأوروبية قد نذهب إلى باب قد نعود إلى المربع لأول أيام حقبة الاتحاد السوفيتي إلى سباق التسلح وهنا تصرف المليارات من الدولارات في الغرب لتهدئة مخاوف المواطنين الأوروبيين من هجوم محتمل من الروس والروس كذلك يحاولون أن يهدئوا من مخاوف مواطنيهم بأننا على استعداد لأي هجوم محتمل من الناتو ومن هذه الدول فسنقوم بتعزيز قدراتنا العسكرية ونذهب إلى مجال قد نسيناه منذ 15 سنة ماضية طيب ميشايل هل تستبعد الدخول في مواجهة مسلحة بين الغرب وموسكو؟ لا يوجد حرب بين الترفين هذا مستحيل لأن كل ترف يعرف تماما ما هي نتائج لهذه الاتصامات خاصة الخوف النووي يلعب دورا مهم إذن يعني لا يوجد بديل للحوار ولكن أحد يعرف بضبط ما هي تطورات في المستقبل في أوكراينيا ما هي ممكن في ناس عسبيين وممكن في قادة عسكرية فإنهم يفعلون شيئا غير منطقي يعني كل شيء ممكن في هذا الإتار ولكن حتى الآن عند الانتباع إنوى المسؤولين لها خط أحمر بالمعنى أي نوع من الاشتباكات العسكرية ممنوعة قطاعيا ولكن في نفس الوقت يعني كل شيء ممكن في كثير الأطراف في أوكراينيا فإنها يعني تهتم بظروف سعبة بتطرف بالسبب مشاكل إذن سوف ننتظر وأنا شخصيا لا أعتقد أن العكوبات سوف تحل هذه المشكلة نحتاج على صفحة جديدة بالعلاقات في العلاقات بين روسيا وأراب ولا شك يؤسفني القول إنه أكريم يعني منطقة مفقودة بالنسبة لكييف لا شك في ذلك ناصر ما هو الرد الصحيح؟ هل الحوار أم أن العقوبات لربما بالإضافة إلى الحوار ستعجل بالحل للأزمة في أوكرانيا؟ العقوبات لن تحل المشكلة العقوبات سيكون لها تبعات وأثار سلبية على الجانبين العقوبات ستنهيك الاقتصاد الروسي وهذا أيضا ليس من صالح الغرب عقوبات مطادة سوف تلحق ضررا كبيرا باقتصادات الدول الأوروبية وتحديدا باقتصادات الدول الأوروبية الشرقية المجاورة لروسيا الحل هو ابقاء الوضع على حاله وفتح قنوات حوار مبني على الاحترام مع الروس مبني على الاحترام أنا في جميع المواقف أرجع دائما إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوتين قبل يوم أول أمس وأنا حضرت شاهدت هذا الخطاب وهذا ليس أول خطاب أشاهده لبوتين هذا الخطاب كان مواجها إلى الغرب لم يكن مواجها إلى الداخل الروسي وكأن الحاضرون كانوا ترى على وجوههم هذه الابتسامات الساخرة ما الذي فهمته من هذا الخطاب وباختصار لو سمحته أنت تفهم اللغة الروسية أنت سمعت الخطاب بلغته الأصل أنا بالروسية سمعت هذا خذونا مأخذ الجد بوتين قال كلمة مهمة جدا في الماضي كنا ضعفاء لدرجة أننا لم نكن قادرين على الدفاع عن مصالحنا فطأطأنا رؤوسنا وابتلعنا إهانات كثيرة أنت كنت ضعيفا إذن أنت الآن قوي تتحدث بلهجة أخرى ابتلعنا نحن لسنا مستعدين أكثر من ذلك لابتلاء هذه الإهانات توقف عن الإهانات إدارة حوار جاد فتح صفحة جديدة مع روسيا بدرجة تحفظ لها مصالحها بالنسبة لشبه جزية القرم حل فدرالي أنا متأكد أن روسيا لا تعارض تقارب أوكرانيا اقتصاديا وسياسيا من الاتحاد الأوروبي ما تعارضه روسيا هو انتماء أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي هنا يكون مشكلة طيب تستطيع روسيا أن تستوعب أو أن تتراجع وتتنازل لكن كيف للزعماء الدول الغربية أن يتراجعوا إلى الوراء بعد كل هذه التصريحات وبعد كل هذه التهديدات بفرض عقوبات وما إلى ذلك ألا ترى بأنهم في موقف محرج؟ إنهم في موقف محرج لا يحسدون عليه فتلميذ البارحة بوتين أصبح معلما اليوم وهو يتقن التلاعب بالأوراق وهو يتحدث بذات اللغة التي يفهمها الغرب هو أيضا تحدث في مؤتمر ميونخ الأمني في عام 2007 وكان بخطابه يشبه إلى حد ما خطاب الذي ألقاه قبل يومين كان يتحدث عن مرارة التجربة الروسية بالتعاطي مع الغرب وكان يتحدث مع الأمريكان بطريقة أنتم تنظرون إلينا من الأعلى ونحن كأننا عبيد لكم هذه اللغة يجب أن تنتهي هذا الحوار بهذه الطريقة وبهذا الإسلوب عليه أن ينتهي وأن يجد حلا وطريقا للحلول الدبلوماسية المبنية على المصالح المشتركة بين الطرفين وهو القضية التي أكد عليها بوتين والتي تؤكد أيضا عليها المستشارة نعم وبهذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع أشكر ضيوفي ناصر جبارة وعامر الموسوي ومشايل لودرس على مشاركتهم في نقاش هذه الحلقة والشكر موصول لكم أيضا على أمل اللقاء بكم مشاهدين الكرام في مناسبة أخرى حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة